في إنعطافة كبيرة لأسس ومرتكزات الحالة المجتمعية، لقى توجيه رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي فائق زيدان ترحيباً في الأوساط الاجتماعية بعد إجراءات تدعم سمات الدولة الرعية لحقوق أبناء شعبها وتراعي احترام المواطن العراقي وتعزيز روح الانسماء لبلده. وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية صلتت الضوء على الوقفة الإنسانية الوجدانية التي تتضمنها فقلة مهمة تتعلق بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين، لأن المتهمة بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز إجباره قبل ذلك على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين. في خطوة تؤكد على ثوابت ومبادئ حقوق الإنسان واحترام إرادته وفكره وعقيدته واعتماد الصيغة الميدانية الصحيحة في التعامل واعتماد أصول التحقيق الجنائي مع أي متهم دون الإساءة إليه أو المساس بكرامته أو الاعتداء على ذاته. وهو ما يتوافق مع الشرائع الدينية والقوانين الوضعية المدنية المتعلقة بأصول المحاكم الجزائية الجنائية والتي تعتمد نتائج التحقيق وما يتضمنه من اعترافات دقيقة ميدانية ودون إكراه أو تعصف أو تعنيف. وأشار تقرير مركز الروابط للبحث والدراسات الاستراتيجية إلى أن هكذا إجراءات تمثل تحقيقا للعدالة الاجتماعية في مبادئها وأصولها واحترام الإنسان وتعزيز مكانته واعتماد الإصلاح أداة مجتمعية في بناء الإنسان. وهو ما يسهم في تمكينه من العودة إلى رجده وعقله لبناء أسرته والتفاعل مع مجتمعه فضلا عن كونه من الأسس الرصينة التي يعتمدها القائمين على مجلس القضاء العراقي وعلى رأسهم القاضي فأقزيدا.